بسم الأب والابن والروح القدس الالواحد أمين حلون يا أبا أنجح خادم هو المرتبط قوي بربنا والكنيسة وهو اللي فاهم قوي ولاده والفئة اللي بتعامل معه عشان كده فيه آية بتقول معرفة اعرف حال غنمك وتقال في الكتاب كلنا كغنى من ايه ضلالنا والإنسان اللي بيبعد عن ربنا بيرجع لطبيعة حيوانية الإنسان خلق على صورة الله لكن فيه جزء مشارك فيه الحيوانات اللي هو الجسد فلما بيبعد عن ربنا خالص بيبقى عبارة عن حيوان عاقل زي ما بيسموه في العلم لك احنا معبرنا بحب التسمية دي احنا اسمه صورة الله لكن في العلم يقول لك حيوان إذن الإنسان بيتراوح ما بين مجرد حيوان ومش عايل قوي يعني لدرجة ايه قديس او شبه المسيح تعالوا نفكر هي الخطيئة او الشر او الفساد بيعمل ايه في الناس عشان نعرف احنا عاوزين ننقذ الناس من ايه ونكسب الناس ازاي ونطلع بالناس كفكرة تنمية من اسوأ حالة لأفضل حالة عشان كده هدر الشخصية كده في الكتاب هي مجنون الجدرهين لأنه على قد ما هو حالة صعبة قوي على قد ما اللي عملوا المسيح وصلوا الى حالة فاضلة و جميلة جدا فكأن المسيح بيعلمنا ايا كان المستوى اللي هتبتدي مين معاي شخص انت مطالب انك توصله الى حالة تستعيد بيها صورة الله اللي فيه والجمال اللي فيه تعالوا نقرأ النص الاول ونعملها زي ايه تأمل كتابي بسيط جاءوا الى عبر البحر الى كورة الجدريين ولما خرج من السفينة للوقت استقبلوا من القبور انسان بيروح نجس كان مسكنه في القبور ولم يقدر احد ان يربطه ولا بسلاسل لانه قد ربط كثيرا بقيود وسلاسل فقطع السلاسل وكسر القيود فلم يقدر احد ان يزلل ده وصف الحالة لغاية كده ما حصلش حاجة بس ده وصف الحالة الصلاة كويس تعايش في القبور يبقى زيه زي الميت وفيه روح نجس يبقى رجعه تاني زي الحيوانات سكاها تيجي سيرت الخنزير بعد شوي وبعدين هايج ما حدش بيربطه وعنيف جدا ما حدش بيقدر يتعامل معه وما حدش يقدر يزلله طبعا الشيطان زله لكن هنا يزلله يعني يأيده وكان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور يصيح ويجرح نفسه بالحجار فلما رأى يسوع من بعيد ركى ده وسجد له ركزوا معي بقى في تسلسل الأحداث في الأول وإيه حصل الأول وأستنوا بسا ما أتكلمش وصرخ بصوت عظيم وقالي ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي أستحلفك بالله أن لا تعذبني لأنه قال له أخرج من الإنسان يا أيها الروح النجس خلي بالكم إيه قبل إيه هناخد بالنا كده ركزوا عشان تبقوا منظر وسألوا ما اسمك فأجاب اسمي لجؤون لأننا كثيرون فطلب إليه كثيرا ألا يرسلهم إلى خارج القرى تعالوا نبصل للتسلسل لأن تسلسل يهمني أنا قبل ما أقول التسلسل أقول هو الحال إيه حال المخدومين عموما البعاد عن ربنا شبه الرجل ده هم ميتين عاوز أقول إيه على اعتبار مسيحكم على زمة القبر يعني في ظل الموت أغلب الناس عيشة كده مستنية تموت لأنها ميتة روحيا عشان كده ده التعبير اللي قاله المسيح دعي الموتة إيه هو فيه ميت هيدفد ميت ما هو يقصد الميت روحيا يدفد الميت بالجسد ما هي كلها موتة في بعض لكن الإنسان الروحاني صاحي مش ميت فيبقى أي شخص بعيد عن ربنا الإنجيل بيبصله على إنه ميت روحيا وعشان كده عيشت وسط القبور يعني بيتكلم بقى إيه لغة القبور والخوف والقلق كمان أي إنسان بعيد عن ربنا لازم الشيطان يكون بيحركه مش لازم يكون ساكن فيه بالشكل الحرفي لكن هو هيحركه إيه غير يا إما اشتان الفلوس يشتان الجسد يشتان الكرامة دول أكتر ثلاث شياطين شغالين تمام دلوقت وكل واحد معاه فرق بقى يعني اشتان الفلوس حط معاه الخصام وحط الطمع وحط الأنانية وحط السرقة واشتان الجسد حط مع الزنا وحط الشزوز وحط 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 واشتان الكرامة حط بقى لإيه كل أنواع برضه الخصام والانتقام والكبرياء والتعالي كل ده فدول شغالين مسيطرين عن الناس اللي بعيد عن ربنا الوضع ده مريح لا الوضع ده معاه عذاب إذا ما تصدقوش إن في حد بعيد عن ربنا حتى لو بيضحك وبيكركع إنه سعيد إياكوا تصدقوا الحتة دي العالم كل الإعلانات اللي تيجي في التليفزيون ما تتفرجوش لكن لو شفتوا تلاقوها كلها بتصور السعادة في عربية والسعادة في لبس والسعادة في ساعة غالية يا شيخ سعادة ايه انت هتتسرح بينا لا دول سعادة ولا دول سعادة ولا دول سعادة دول بيسرخوا كلهم بيعيطوا كلهم متعذبين لأنهم كلهم لموا أغزى مجانين احنا مش بقصد نحكم على البشر احنا بس لازم نشوف الحقيقة كما هي مجنون الجدريين ما تقالش اسمه الحرفي عشان يكون مثلا لكل شخص بعيد عن ربنا تابع للشيطان كمان فيها حتة فشل اجتماعي كمان فيها حتة فشل اجتماعي ليه بنا مش ماشي مع الشطان طبعا في الحالة دي العلاجات النفسية والجسدية مش بتنجح يعني ايه خلي بالكو العالم بيدي مسكنات لكن ما بيديش حلول جزرية لأن العالم مش في ايده الحل الجزري الخلاص مش في قدين العلم ولا الفلوس الخلاص في قدين المسيح فمحدش هيرتاح حتى لو جاله مليون جنيه كدبا ومحدش هيرتاح سوري لو عاش في الزنا كل يوم ولحد هيرتاح لو معه مخدرات الدنيا ولا كرامة الدنيا لا لا ده هيزيد ادمانه وهتزيد عبوديته وزله لأنه ما فيش خلاص غير لما المسيح يدخل تعالوا نرتب بقى الاحداث هو ايه حصل الاول هو الحقيقة بصوا هحكي لكم كأنها تمثيلية كده المسيح ركم بالمركب على منطقة جزيرة مهجورة كده الجدريين دي كورة كورة يعني قرية فقيرة أول ما نزل من المركب الرجل ده جاله زي المجنون وهو مجنون جاله مندفع كده وسجد له دي أول حاجة حصلت والواحد هنا يفكر في سؤال أنا كنت أتصور أن الرجل ده يجري النحي الثاني هو إيه اللي حصل ده جري على المسيح وكأنه دي برضو نقطة مهمة جماعة العالم لأنه تعبان قوي برة هو محتاجكم هو عطسان جدا للحرية دي للشفاء إحنا لازم نبقى داريانين بالحتة دي أن الناس جعانة للمسيح والراحة الحقيقية للسلام للنظافة للسماء فحتى الغلبان ده جري زي المجنون وسجد لأنه زي اللي بيقول له الحقني من اللي أنا فيه أنا تعبان ما فيش حد قادر يريحني أم المسيح صرخ الصرخة بتاعته على طول أخرج أيها الروح النجس بدأ بقى الحوار قال له بقى إيه تاني بقى حاب يفاصل خلي بقى لكم بقى من الفصال الراجل ده لو شفته حد بعيد عنكم فيه شياطين تلاقي فعلا صوت غير صوته أحيانا تبقى كده وكلام غريب فالشيطان بقى يتكلم مع المسيح بس الشيطان يقول ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي انت جيت عشان تهلكنا فقبل ما يخرج بقى عاوز يفاصل عشان ما يخرجش أنا لسه أقول فيها فكرة دلوقت رباني يسوع عاوز يشرح للتلاميذ هو إيه اللي بيحصل جوه لأنه محدش فاهم الراجل ده فيه إيه التلاميذ لسه محدثين ومبتدئين ومخضوضين وخايفين والراجل شكله مرعب فقال له اسمك إيه ويكلم شياطين فقال له إحنا كتير اسمنا لجؤون لجؤون يقال معناها كتيبة أصلي إحنا كتير عاوم فطبع المسيح كان قال له أخرج فلما قال له أخرج وبعدين سأله اسمك إيه أما السلطان حاب يفاصل قال له أنا هخرج أنا ما قدرش أقول لك لا بس ينفع مبعد أفضل في الحتة دي وهو لازم ياخد أمر إلهي فقال له طب بص الخنزير هنا أدخل الخنزير نعم المسيح قال له طب أدخل اطلع منه وادخل فعلى طول ده اللي هي حسن عاوز أوصل كام رسالة روحية هنا أولا أخرج أيها الروح الناجس معناها إيه؟ أنا بقى هرجع لينا وبص علينا كخدام مطرح رب نسو أنا مش بتكلم في إخراك شاعتين لا أنا بكلم في خادم ومخدوم بداية كده أحيانا لازم تبقى جديد لما يكون قدامك غلط صريح الشدة والحزم ما ينفعش أنك تبقى مايع مع حاجة غلط غلط لا وما تقبلش أنصاف الأمور يعني إيه؟ ساعات واحد يقول لك بص أنا هبطل هروين واقلب أفيون الأفيون أخاف لا يخوي منفعش طب هبعد عن فلانة بس هنفضل مسجاد لا يخوي منفعش طب أنا مش هموته هعوره بس لا برضو سهمين أنا أقصد إيه؟ التوبة ما كانتش توبة كاملة تضيع وقت في العلاج الروحي كده مافيش حاجة اسمها نواري بالباب مافيش حاجة اسمها طب حتة لا فيش حتة حتة يبقى ولا حاجة هتتغير نقطع يعني نقطع أخرج يعني أخرج مافيش بصال وهنا تلاحظوا بقى هذا السلطان معطى لنا عن طريق إيه؟ السموس برضو مش بقول كإخراك شياطين معجزي لأن المسيح يخاف علينا من الموهبة دي لو إحنا متواضعين قوي كانت دهالنا بس إحنا الحمد لله خيبة تقيلة كلنا فمش هيدهالنا إنما إحنا بنكسر مملكة الشر يعني مش لازم الناس مسكونة شياطين لكن هو الشطان واخد دماغ الناس من ربنا إذن كل خادم بيقرق شياطين بس مش بالمعنى الحرفي بالمعنى المجازي يعني لما بتدخل بيت عشان يحبوا ربنا ويقربوا من ربنا ما انت خركت الشطان كان مسيطر عليهم بإيه بالخناء المستمر والشتايم المستمرة والنكد ما كان مسيطر لما تخلي واحد ابتدى يعترف ويتناول ما انت خركت الشطان لأنه كان في مملكة تانية ده النفر ده كان عايش دماغه ببايزة يبا احنا كلنا بنخرك شياطين بس مش بالشكل المعجزي لأن احنا مش قد دعمها المعجزات ربنا سخي يحب ممكن دينا كلنا الموهبة بس احنا لو خدناها ممكن نضيع لكن احنا كلنا كخدام معانا سلطان وكلنا كخدام بالصوم والصلاة نقدر نحل مشاكل الخدمة انا بقوله عشان الصوم اللي جاي فيش حد فيكو ما عندوش مشاكل في خدمته ما فيش واحد فيكو ما عندوش ناس في ذهنه بعيد عن ربنا ترجعها ازاي صوموا صلى قبل اي طريقة انا قدر نتكلم في الطريقة ده ينفع معا ايه ده ينفع ايه قبل ده كله لو صمت وصلت كويس النفس دي اللي لازم تجي لك جاري وتزجد سهمتوا الفكرة بقى القوة اللي في المسيح اللي تخلي الراجل ده يجي جاري ويزجد هتبقى عندك انت لو صمت وصلت كويس مش يزجد لك طبعا يزجد لمسيحك يعني يبقى انت كده عندك قوة حقيقية مصدرها تعليم المسيح هنا بقى الشيطان يحب يزوغ عشان تبقوا ايه خدامنا صحين شوي فقال له ممكن ما تعزبنيش قال يعني ايه مؤدف يعني خلي بالكم ما فيش فصال قلنا لو هتغير حياة ناس ما تسبلوش يعمل غلطة وتشيل غلطة لا اللي جاي لازم يكون ناوي بطل كل الخطايا الاستثناءات تعطل التوبة كلام لينا ولللي بعدينا الاستثناءات تعطل التوبة ما تستثنيش خطية لو سمحت ما تعترفش وتقول الحتة دي مش هقولها عشان ابونا ما يقوليش بطل زي قلته حبيبي زي قلته خلاص لو ركن على حتة مقفولة كده المرض شغال ما استفدناش في نفس الوقت في عذاب مفيد وعذاب رهيب هنا يبدو ان خروج الشياطين عملية مقلمة بس بيقوله ما تعذبنيش قال له لا هوجعك وروائك بعد كده يعني ايه في حركة التوبة او تغيير السلوك او التنمية عموما زي ما تقولناها الصبح في شوية وجع بس مطلوب انت لما هتصوم بجد والتوب بجد هتحرم نفسك من حاجات هتتوجع شوي بس الوجع ده مفيدة او ولما هتشد على عيالك عشان يتغيره هتوجع بحساب زي الدكتور الشاطر اللي بيدي دواء مر بس الدواء مفيد فيبقى واجع مفيد خلاص واجع ساعة ولا كل ساعة بعدين حصل بقى الموقف الغريب ده كان هناك عندك جبال قطيع كبير من الخنازير خلي بالكوا التلاميذ مش فاهمين تاني مش شايفين زي حالتنا في عالم من الشياطين كوا الراجل ده هم شايفين راجل شكله يخوف خلاص لكن هم مش عارفين المأساة اللي هو فيها فربان يسوع عاوز يفاهمهم ان الكلام ده كلام حقيقي مش مجازي مش وهمي فعلوا له ايه طلب اليه كل الشياطين قائلين أرسلنا الى الخنازير لندخل فيها فأدنا لهم يسوع للوقت فخرجت الارواح النجسة ودخلت في الخنازير فندفع القطيع من على الجورف للبحر وكان نحو ألفين فاختنق في البحر أما رعاة الخنازير فهربوا أخبروا في المدينة وفي الضياء فخرجوا ليرا ميرا هي حكاية الخنازير أولا ما تنسوش ان احنا في بيئة يهودية الخنازير ايه محرمة ناجسة يبقى كل دول ايه عاملين ايه عاملين كسر للوصايا ومن هنا الشياطين مبرطعة ان في ناس بتقول هو الشيطان امتى بيدخل ويتملك لما تكسر وصايا صريحة وتعنت فيها سنين ومش عاوز ترجع تحلل الغلط وتكمل لا انت كده فتحت الباب للشيطان قلت له تفضل في فرق بين واحد بيغلط وبيقول له سامحني وساعدني وبين واحد مصر على الغلط فدول مصرين الجو كله فاسد عشان كده المسيح كان بيقول امثلته زي مثلا لا تطرحوا ضراركم قدام الخنازير لألا تدوسها بارجلها وتلتفت فتمزقكم واحد يقول لي طب مش خسارة الفين خنزير ده مبلغ مش كده خلي بالكم من منطق المسيحي هنا اخسر ملايين بس توب اياك تقول الفلوس تستخسرها مش هتتوب مش هتتوب فاكرين القديسة بقيسة قديسة بقيسة عاشت في الخطيئة شوية وعملت فلوس كتير ولما زرها القديس يحن القصير لما زرها حرقت الفلوس لأنها اعتبرت ده اللي مضيع فرص التوبة فالقرار للتوبة بيحتاج انتحار مادي زي زكا عشان يتوب عمل ايه خلص فلوسه فيهم طبعا لأن دي كانت خطيئة مرتبطة في الفلوس بس انا بقوليكم عظمة التوبة التوبة ماينفعش معاها المساومات واحد متخانق مع اخوه على ورث وبقالهم خصام سنين وقال ايه قلبه جامد وبيتناول ده موك يسكونوا شيطين لأنه بيهين جسد المسيح هو لعشان يتوب توبة صح يعني ايه يقول له خد كل الفلوس ما عنديش مشكل بس عاوز اتناول بضمير نقي اخوه بقى طلع عنده زم ما ما عندوش زي ما يجيله مش مهم بس اللي عاوز يتوب ويرجع ياخد قرار شديد مع الفلوس ما يسبش الفلوس تبقى معطلة لخلاصه يبقى بيضايع وقته يبقى بيضحك على نفسه فالخسارة المادية تهون كمان الخنزير رمز للنجاسة فهو عاوز المسيح لو المجد يقول لهم مكان الشيطين الطبيعي حيث توجد النجاسة لكن ولادي انا انا خلقتهم عشان يبقى قدسين منفعش يدخل فيهم سيطين لكن كأنه بيقول هذا الانسان المسكين عاش خنزيرا بسبب الشيطين تفهمتوا المعنى اللي عاوز يوصل للمسيح بيقول ان الانسان اللي مستسلم للخطايا حول نفسه الى خنزير لكن انا برجعه تاني يتمجد كانسان محترم لاني خلقته حسب صورة الله فسابهم يدخل الخنزير عشان يقول ده مكانهم الطبيعي وبعدين هنا جاءوا الى يسوع ختم القصة بقى فنظروا المجنون الذي كان فيه اللجؤون جالسا ولابسا وعاقلا خلي بالكوا كل كلمة من دول عكس اللي كان فيه وما كانش بيعض على حلو ابدا ده بقى عهد قاعد يعني عنده استقرار عنده رزانة عنده هدوء عنده سلام بيعرف يعض كانش بيعرف يعض لابسا يبقى كان عريان من كتر زل خطيته لابسا دي لابس النعمة بقى وبعدين عاقلا لانه كان مجنون يبقى التوبة بتعمل كل ده بتخليك عائل ولابس وشكلك مريح جواك سلام كل ده عملته التوبة وتدخل المسيح خافوا انا بقى باستغرب جدا من الكلمة دي يعني يا بعد انتو ما كنتوش خايفين منه لما كان مجنون وبيصرخ طول الوقت وخفته لما شفته بني آدم عائل صحيح منها خافوا من ايه خافوا من ايه اللي بيخدمه على الشر بيخافوا قوي لما يلاقوا في ناس بالتوب لما بيلاقوا الملكوت داخل لما بيلاقوا ناس بترجع لربنا هما بيخافوا ليه هتوقف حالهم لان ده عكس الخطة بتاعت الشيطان كده مش هيلاقي زباين بعد شوي هيقعد فين طيب مجنون ده كان مستضيفه بقاله كتير فهم خافوا لان دول شغالين مع الشيطان كل بيعين الخنازير دول شغالين معاه تستغربوا جدا انه اهل العالم بيخافوا مننا تستوروا كده مش احنا اللي بنخاف منهم بيخافوا من صلواتنا بيخافوا من أصواننا جدا احنا لما بندخل على الصوم تلاقي كل اللي بيكرهونا بيترعبوا عشان هم فاهمين قوة الصوم كتر مننا عشان كده احنا لازم ناخدها جد احنا أقوى الذي فيكم أقوى من الذي في العالم فتستوروا خافوا لما لقوا الراجل عائل ليه ده معناه هو انت هتعقل المنطقة كلها هو انت هتقفل علينا البزنس بتاعنا مش يبقى فيه خنزير ولا ايه مش يبقى فيه نجاسة مش يبقى فيه شر هو بالنسبة لهم ده وقف حال فخاف اذا العاقل يرى قيمة الانسان اغلى من اي فلوس لكن المجنون بيرى ان الفلوس اهم من اي انسان لو انت عائل اياك تفكر في الفلوس كتير لمؤخذة تبقى مجنون العاقل ما يفكرش في الفلوس كتير الفلوس دي تحت الرجلين هما فكروا في الفلوس فزعلوا جدا 2000 خنزير راحت عليهم 2000 خنزير ان شاء الله يعملوا نص مليون جنيه ولا يسوق ضافر الراجل ده بالنسبة للمسيح خلاصه اغلى تفهمتوا الفكرة فربنا عمره اخطيت يعني ما بيحسباش بالفلوس ابدا تغور الخنزير وتغور الفلوس مهم ابني يرجع لي وبقى عائل لانه للأسف في ناس كتيرة جوه الخدمة الفلوس اهم من النفوس ودي مقساة الخدم اللي يحط الفلوس قبل الناس بيعمل عمل ضد المسيح ده مش معناه ان احنا رين بالفلوس وخلاص لا بس بقى بحساب وبحكمة لكن النفس اغلى كتير اخيرا يقول حدثهم الذين رأوا كيف جرى للمجنون وعن الخنزير فابتدوا اطلبون اليه ان ينضي من تخمهم ولما دخل السفينة طلب الي الذي كان مجنونا ان يكون معه فلم يدعو يسوع ده موقف نادر ده موقف فريد من نوع ما حصلش في قصص تانية الراجل بقى بيطلب من المسيح من فضلك خليني انضم لتلاميذك ومش معك في كل حد حبك تعلق به جدا وهنا ما كان عايش في عذاب في جحيم ما بينامش وما بيكلش وعريان وكل حاجة تصلحت فلم يدعو يسوع بل قال له اذهب الى بيتك وإلى اهلك واخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك فمضى وابتدى ايونادي في العشرة مدن كم صنع بيسوع فتعجب الجميع هنا معناه ايه لما ربنا يدخل حياتك اكتر يزبط دماغك اخير ممكن يبقى لك انت رغبة في حاجة وربنا له رغبة في حاجتان زي ممكن تبقى نفسك تترهبن يقول لك لا خدمة او نفسك تخدم يقول لك لا رهبان نفسك تخدم خدمة معينة يقول لك على خدمة لم يدعه يسوع معانه بيقول كلام حلو قوي ده طالب طلب جميل بيقول له انا عاوز ابقى معك على طول قال له معلش انا ليه رغبة في حاجة تانية انت بالذات عاوزك تروح تخدمني في الناس اللي مش عارف مش هيسمح قولي يقرب منهم فهمتوا المعنى يبقى العائل قوي ما بيمشيش بدماغه في الخدمة بيمشي بدماغ مين المسيح نفسه ده الراجل ده بقى عائل عنده شهوة انه ما يسبش المسيح شهوة التكريس قال له حاضر بس مش بالطريقة اللي انت عاوزها في طريقة تانية ساعت نكون لسه نص مجانين تزعلوش ليه لانه بنعمل في الخدمة اللي احنا شايفينه مش اللي ربنا عاوزه لو عائل قوي تقول له انا نفسي افضل جنبك على طول بس انت اختارلي اللي انت عاوز عاوزني اكون معاك ولا عاوزني اقعد وسط اهلي شوف انت واللي هتقوله هماش شي لالهنا كل مجدو كرام